السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز الطالب معكم مادة استقايروان نموذجية في مادة اللغة العربية للصف السابع في درس جديد كما قلنا سابقا اليوم سوف نأخذ قاعدة تستكمل قواعد السابقة في الوحد السابقة بعنوان من أنواع المعرفة وهو الضمير أخذنا سابقا هي من أنواع المعرفة التي تعرف العلام أخذنا عن النكرة والمعرفة ما هي النكرة وما هي المعرفة يعني استذكرنا بعض المعلومات اليوم سوف نأخذ نوع جديد وهو الضمير نوع جديد للمعرفة وهو الضمير ولكن اللي نأخذ استذكار بسيط جدا بأن النكرة هي اسم يدل على شيء غير معانيا سواء كان إنسانا أو حيوانا يعني شيء مش معروف ما حددنا مثال أقبل رجل رجل هنا مش معروف من هو الرجل هو جنس أما من هو الرجل ما منعرف أقبلت امرأة جاءت الطائرة أي طائرة مش معروف تمام؟ ما فيه إشي بدل عليه تذكر بأن اسم النكرة الضابط فيه هو أنه يقبل بألي التعريف بنقبل له ألي التعريف تمام؟ وعكس النكرة المعرفة المعرفة تعكسه المعرفة هي اسم يدل على شيء معين معروف هناك النكرة شيء غير معروف الرجل غير معروف من هو الرجل المرأة غير معروف من هي المرأة أما المعرفة هي شيء يدل على شيء معين معروف تمام؟ مثال سعيد مكة أنت الباب أنت هذا هذه هؤلاء تلك هدول كلهم معروف نحن حكيين منهم عندنا أنواع المعرفة أشيء أنواع المعارف بشكل عام هي الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمعرف بالإضافة مثال من الضمائرهم هي هو اسم الإشارة ذي هذا العلم مثل العلم هند لؤاي أحمد اسم الموصول الذي التي اللواتي المعرف بالإضافة ابني والمعرف بأل الغلام العلم تمام؟ هلأ في اللغة نجل اللغة نعرف نستذكر هذا كله نحن أخذناه بالحصة الماضية نستذكر بأنه في اللغة المعرفة في اللغة تمام؟ هو شيء ظاهر ظاهر البيّن الظاهر البيّن هو شيء ظاهر بيّن أما استلاحا هو الذي يعني المسمى مطلقا يعني هو شيء يطلق عليه اسمه أو تعريف آخر إلى هو كل اسم يدول على مسمى بعينه أو كل ما يطلق على شيء يميزه عن باقي أفراد جنسه يعني مثلا أحمد يميزه عن باقي الرجال أو الأولاد تمام مثلا محمد في الحديقة محمدا في الحديقة العلم يعرب حسب الصياق إذن العلم يعرب حسب الصياق هكذا عزيز الطالب نكون قد استذكرنا البعض من ما هي المعرفة وما هي النكرة نأتي الآن إلى النوع الأول وهو الضمائر الضمير ما يكنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب هو ما يحكى ما يكنى يعني ما يحكى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب فهو قائم مقام ما يكنى به عنه مثل أنا أنت هو هو بدل عليه يعني أنا بدل على حالي بدل على أسماء أنت بدلع أنت يعني مثلا أحمد أنت أحمد بدل على أنه هذا أحمد أنت مثلا هدى أنت هدى يعني بدل أنه أنت خاص إحنا عارفين يعني بنحكي أنت يعني أنت هدى هدى المقصودة مثلا أنت اذهبي يعني أنا قاصدة إنه هدى تذهب تمام؟ هو أحمد إذن أنا قاصدة إنه هذا اسمه أحمد هو اسمه أحمد وهو سبعة أنواع متصل ومنفصل وبارز ومستتر ومرفوع ومنصوب ومجرور إذن هناك العديد من أنواع الضمائر هم سبعة أنواع للضمائر وهي متصل ومنفصل هذا المتعودين عليهم إحنا المنفصل أخذنا مصف رابع المتصل أخذناه بعدين تمام صف خامس صف سادس البارزة والمستترة ومرفوعة ومنصوبة ومجرورة سوف توضحنا هسا الضمير المتصل نأتي إلى أول نوع الضمير المتصل الضمير المتصل هو ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا وهو هو ما يبتدأ به نبدأ فيه ما لا يقع بعد إلا ما بيجي بعد إلا يعني إذا شفنا إلا ما بيجي بعده ضمير المتصل تمام وهو أما أن يتصل بالفعل كالواو مثال كتبه تمام أو يتصل تصل بالإسم كاليا مثل كتابي هنا كتابي أنه ضلي اليا أنه إلي بيجأ إلي إني أنا تمام أو يتصل بالحرف كالكاف مثل عليك هنا الكاف على مين عليك أنت مثلا عليك الشرح هنا أنه أنا بحكي الكاف عائدة عليك طيب وأيضا الضماء المتصلة هي عبارة عن تسعة بس المستخدمة هم مثلات الواو واليا والكاف هي الشهيرة مشهورة أما الضماء المتصلة بشكل عام هي عبارة عن تسعة 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 أنواع سوف نأخذها طبعا بالفصل التاني بشكل موسع وهي عبارة عن التا والنا والوا والألف والنون والكاف واليا والها والها تمام نأتي الآن إلى الضمير المنفصل ما هو الضمير المنفصل؟ هو ما يصح الابتداء به كما يصح وقوعه إن هو يا ابن عادي بصح الابتداء به كما بصح وقوعه بإلا نأتي إلى الضمير الرفع المنفصلة ضمائر الرفع المنفصلة هي عبارة عن ضمير المخاطب ضمير المتكلم ضمير الغائب إذن ضمير الغائب والمخاطب والمتكلم حكي أن الضمير المنفصل هو عبارة عن ما يصحي ابتداء به أو ما يصحيقه عليه يعني يبقى الشيغلة عليه الشيء عليه أو عادي بصحي ابتداء فيه بداية الكلمة بداية الجملة تمام هلأ بلنقسم عندنا الضمير المنفصل إلى قسمين ضمائر الرفع المنفصل وضمائر النصب المنفصلة ضمائر رفع المنفصلة هي عبارة عن ضمائر المخاطب والمتكلم والغائد ما هي ضمائر المخاطب؟ طبعا خذنا صف رابع هي أنت أنت أنتم أنتما طبعاً للمذكر وأنتما للمؤنث وأنتنا للمؤنث وأنتم طبعاً للمذكر ضمائر المتكلم وهي أنا للمفرد ونحن للمثنى والجمع إذن نحن بتدلع المثنة والجمع وأنا للمفرد ضمائر الغائب وهي هو هي هما للمذكر وهما للمؤنث وأياكم وأياكنا تمام طيب ضمائر ضمائر النصب المنفصل نأتي إلى ضمائر النصب المنفصلة هي بتنخصب أيضا إلى ثلاثة أقسام وهي المخاطب المتكلم والغائب ولكن ضمائر النصب المنفصلة تمام باختلف عن ضمائر رفع المنفصلة ضمائر المخاطب لاحظ هناك بالرفع أنت أنت أنتما أنتما أيضا المذكر معنث طبعا وأنتم أنتنا هنا في النصب إياك إياكما للمذكر وإياكما للمؤنث إياكم وإياكنا تذكر المخاطب في الرفع إشي وفي النصب إشي تاني طيب ضمائر المتكلم لاحظ بالرفع هي أنا للمفرد ونحن للمثنى ضمائر المتكلم إيايا للمفرد وإيانا للمثنى والجمع نأتي إلى ضمائر الغائب ضمائر الغائب بالرفع هو هي هما للمذكر وهما للمؤنث وهم وهن ولكن في ضمائر الغائب في حالة النصب هم عبارة عن إياه إياها إياهما للمذكر وإياهما للمؤنث إياهم وإياهن هدول حفظ حفظ زي ما أنت حافظ اسمك هم إذا ما كنت حافظهم ما رح تعرفت حل نأتي الآن إلى ثلاثة وهي النوع الثالث وهي الضمير البارز ما هو الضمير البارز هو ما كان له صورة في اللفظ وإذن ما كان له صورة في اللفظ كالتاء نلفظ من مثال قمت ضاحد تو قمت والواو من كتبوا واليا من اكتبي والنون من يكتبن إذن هنا راح إنه الضمير بارز قمت هنا التاء ضمير متصل بارز مبين تمام الواو من كتبوا كتبوا هون واو جماعة دلت ضمير الياء في اكتبي اكتبي انتي ياء مبين والنون من يكتبن طيب الضمير المستطر الضمير المستطر ما لم يكن له صورة في الكلام هو إشي عائد على غائب مش موجود ما بكون بالجملة موجود بس في اشي دل على إنه غائب بل كان مقدرا في الظهن ومنويا ومنبحا تمام مثل اكتب من هو اللي اكتب؟ إنه أنت اكتب صح؟ هي بالأصل تقديرها اكتب أنت صح؟ ولكن أنا اختصرتها ما في داع أحكي اكتب أنت إنما أأمرك بأنه اكتب قاس عرفت إنه أنت لازم تكتب تمام نأتي إلى هكذا يكون طبعا ضمير المستر هو إشي مجهول مخفي مش موجود محذوف من الجملة ولكن يوجد شيء دل عليه أو من خلال الصياق دل على إنه عليه تمام نأتي إلى النوع الخامس وهو ضمائر الرفع والنصب والجب الضمير قائم مقام الاسم الظاهر إذن عندنا الضمائر الرفع والنصب والجب هي ضمير قام مقام الاسم الظاهر هي الضمائر بتقوم مقام اسم الظاهر فهو مثله يكون مرفع أو مصبع أو مجرع كما يقتضيه مركزه في الجملة لأن له حكمه في الإعراب إذن إله حكمة في الإعراب فهو أما أن يعود إلى اسم سباقه في اللفظ وهو الأصل بسبقه باللفظ وهو الأصل مثلا الكتاب أخذته مثلا هاي طلع الكتاب أخذته هنا الضمير متصل في أخذته لها بتعود على إيش على الكتاب أني أنا أخذت الكتاب بس صاحب أنه فيه كلمة دلت يعني سبقته الاسم سبق الضمير وما أن يعود إلى متأخر عنه لفظا متقدم عليه رتبة مثل أخذ كتابه زهير من أخذ الكتاب زهير لاحظ أنه يعني متأخر عنه متأخر عنه في اللفظ ولكن متقدم عليه أنه أخذه من أخذه زهير شو أخذ زهير الكتاب تمام متقدم عليه وبنفس الوقت متأخر عليه تمام في اللفظ متأخر متقدم عليه في الرتبة تمام وما أن يعود إلى مذكور قبله أي معنى قبله لا لفظا بيكون المعنى واضح قبله اجتهد يكون خيرا لك اجتهد يكون خيرا لك موجود المعنى موجود تمام وأما أن يعود إلى غير مذكور بعود إلى إشي غير مذكور لا لفظا ولا معنى أن كان الصياق الكلام يعني قولة تعالوا واستوت على الجودي واستوت على الجودي هنا هي غير مذكورة لا لفظا ولا معنى كان الصياق بعود عليه أنه استوت من الاستوت على الجودي أنت لا إرادة بتعرف أنه بتعود عليها تمام؟ أنه هي الاستوت اجتهد يكون خيرا لك هنا لا إرادة عرفت أنه من خلال المعنى أنه أنت الكلام إليك موجه أنه اجتهد بيكون خير إليك تمام من خلال الصياق من خلال الكلام تمام نأتي إلى الضمائر بشكل عام هنا أنا أعملت جدول بتمنى أن نقلع الدفتر أنه ضمائر تنقسم إلى قسمين ضمائر مستترة ضمائر بارزة ضمائر مستترة تتقدر تمام هي التي لا تذكر في الكلام وإنما تقدر تقديرا هالتلخيص للضمائر القبل اللي حكنا عنها ضمائر رفع ونصب والجر تمام والضمائر البارزة والمستترة فرق بين المستترة والبارزة المستترة هي ما بتتذكر تذكر لا في الكلام وإنما تقدر تقديرا ما بتذكر في الكلام ولكن بتقدرها تقديرا مثال ليه ضمائر المستترة تقدر بالضمائر أنا ونحن وأنت وهي وهو تمام هدول هم منقدرهم أما الضماء البارزة هي الضماء المنفصلة بشكل عام وضماء المتصلة بشكل عام يعني كلهم وهي التي لها صورة في اللفظ وتذكر في الكلام لها صورة في اللفظ يعني موجود صورتها في اللفظ مثلا متصلة ها أو هو وأيضا موجود اللفظ في الكلام وتذكر في الكلام طبعا عملت لكم جدول بلخ صلنا اللي هي ضماء الرفع المنفصلة عشان ضلت منذكرها فانجل هذا الدفتر عجدولاك عشان تحفظه واسهل لك ضمائن المتكلم هم أنا ونحن السكون والضم أنا نحنو النون مضمومة أنا ساكنة وحركة كل واحد طبعا فيها ضمائن المخاطب أنت بالفتح بتعود عليهش على المذكر أنت بالكسر بتعود عليهش المؤنث أنتما السكون وأنتما طبعا المذكر المؤنث بالسكون وأنتم أيضا بالسكون الجميع سواء مذكر أو مؤنث المذكر قصدي أنتن بالفتح تمام بتعود على مين على المؤنث ضمائر الغائب هو الفتح هو الفتح هي الفتح هما بتعود على مين على السكون هم أيضا السكون وهن الفتح ضمائر النصب المنفصلة ضمائر النصب المنفصلة هي ضمائر المتكلم أيضا ضمائر المخاطب ضمائر الغائب هناك ضمائر الرفع هن ضمائر النصب ضمائر المتكلم اياي ايانا طبعا اياي يا بالفتح ايايا بالفتح ايانا بالسكون ما نفط حركة ضمائر المخاطب اياك بالفتح بتعود على المذكر اياك بالكسب بتعود على المؤنث اياكما بالسكون للمذكر والمؤنث اياكم للمذكر جمع المذكر السكون واياكنا جمع المؤنث بالسكون ايضا اعتذب بالفتح ضمائر الغائب اياه بالضم اياها السكون اياهما السكون اياهم السكون اياهن الفتح نأتي الى حل التدريبات عين الضمائر منفصلة في كل مما يأتي قال تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ممتاز هم ضمير منفصل قال بشار الخوري نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد نحن هنا ضمير ماذا منفصل قال الفرزدخ مخاطبا الدئ فلما دنا قلت ادنو دونك انني وياك في زادي المشتركين اياك ممتاز ضمير ماذا منفصل انما انت الى البحر تعود وانا هيهات عودي للديار وينهم انتي وانا ممتاز ضمائر ماذا انا انما وانا تمام الما لا هي انتي وانا السهم هانا غلط طالعا هي ضمائر منفصلة انتي وانا حاول الجملة الاسية من المفرد المذكر الى المفرد المؤنث وجمع المؤنث وغير ما يلزم تمام اما في جمع المؤنث هن شاعرات مرهفات اليحساسي ممتازين نأتي إلى السؤال الثالث بدنا نملأ في الفراغ الكلمات الضمير المناسب في الجمال الآتية ألف فراغ تتحدون الصعاب أنتم تتحدون الصعاب ممتاز يعتنيان بأزهار الحديقة هما يعتنيان بأزهار الحديقة موظفات نشيطات هن موظفات نشيطات ممتاز يؤدي عمله بإتقان هو يؤدي عمله بإتقان ممتاز يحافظون على الهدوء في المستشفى هم يحافظون على الهدوء في المستشفى ممتاز نأتي إلى السؤال الرابع استبدل الضمير بالأسماء الظاهرة في الجمال الآتية بدنا نستبدل الضمير بالأسماء الظاهرة مثل ركز معي المتنبي والبحتري والبحتري شاعران تمام؟ عندنا المتنبي والبحتري ايش نحكي عنه؟ هما شاعران ممتاز انهم مثنى هما طيب يزن يشغل وقته وقت فراغه بالقراءة من هو؟ يزن من نحوله لضمير ايش نحكي؟ هو يشغل وقته وقت فراغه بالقراءة ممتاز طيب الزرقاء مدينة اردنية كبيرة هي مدينة اردنية كبيرة عبد المنعم الرفاعي وحيدر محمود وحبيب الزيودي شعراء اردنيين هم شعراء اردنيين لاحظ ان الضمير بختصر علينا جملة طويلة كثير صح؟ تمام؟ نأتي للسؤال الخامس ميز الضمير المتصل فيما يأتي لينا لاعبة رياضية ماهرة لينا لاعبة رياضية ماهرة هنا يوجد ضمير لا يوجد ضمير في الجملة ممتاز با انتهى المشهد التمثيلي فنظر المعلم الينا باعجاب في الينا النا هنا ممتاز ضمير متصل استقبلنا وفدا من الاقتصاديين انه في كلمة استقبلنا ضمير متصل ممتاز ستة السؤال السادس استخدم الضمائر الاتية في جملة مفيدة من تعبيرك هن هو أنتم اذا بدنا نستخدمهم في جملة طبعا هذه تترك للطالب اتمنى حل الاسئلة على الدفتر نستكمل في الحصة القادمة ان شاء الله قاعدة الكتابة يعطيكم الف عافية كانت معكم مس اسماء ترجمة نانسي قنقر